الحمد لله الواجب الوجود الدائم العطاء والجود الموجود قبل كل موجود والصلاة والسلام على رحمة المهدات سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وقائدنا محمد صلى الله عليه وسلم ملأ العلا بكماله كشف الدجا بجماله عظمت جميع خصاله صل عليه وآله صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله إما رأى تقول ما معنى قول الله تبارك وتعالى الرجال قوامون على النساء هذا السؤال جاوبنا عليه معنتها رجال قوامون على النساء أي أن الرجل يقوم على شؤون المرأة الرجل هو ليقدم لها الصداق أليس كذلك الرجل هو ليواجب يوفر لها مسكن الرجل هو ليواجب ينفق عليها يعني يقوم على شؤون المرأة قوامة تكليف وليست قوامة تشريف مشي معنى رجال خير من النساء لا لا أرجال قوامون يعني يقوم بخدمة المرأة يعمل أنا وصلوا حتى يطيبوا لكم المحاجب مشي صح ولا لا 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 يا سبحان الله روحوا شوفوا لحوانت الراجل يطيب المحاجب وانسدري الله شان وتروح فرحانة قلني اديت عشر محجوبات لداري تبهدينا بكري لمراهية طيب للراجل هذا كالراجل يدخل اليوم مقروط غدوة محاجب غدوة المعارك غير غدوة البغرير غير غدوة مطلوع طالع بيها المراياه والراجل الفرحان يجي كل يوم عنده حاجة في داره قال له لا لا كي عبده عتشيله المحاجب من عنده عبد القادر وعبد القادر هو يطيب له يا انتي لي لازم يطيب له او رجال يقومون على النساء يعني يقوموا بشؤون النساء والآن مزادوا ومزادوا على الآية خلاص والله حتى يطيبوا لهم المحاجب وعند الله حبيت نشر محاجب والله العظيم كانت العيلة تاعي مكاش وشفت واحد يطيب ريحة ما شاء الله يا ود انسي بلا شانت عن سا خليتها واحد الله يهدي العباد سائل يقول هل يجوز للخاطب ان يرى خطيبته بدون خمار اذا كان خاطبها مشي عاقد عليها خاطبها بصامة وش عاقد عليها هذه اجنبية لا يجوز ان يرى منها الا الوجه والكفين والآن علامي يسألوا هات السؤال خلال الرجل يخطب وحده بكري كان الرجل يدي يمه هو يشوف الوجه والكفين ويمه جوز على السكان اللي يمعنسها جيب له كلش العرقوب انتحكي فهدايا مكاس جيب له تنظم ديرها راح تنط زعبها بالكوتة التحاعلة في خدارنا وتشوف طفل هذه ولا تصبر ولا تعيط ولا تسكوت ولا تشد ولا المهم الجيب له كل ما خوفي الآن لا لا والله راجل يخطب وحده في الزنقام سكين اذا هل يجوز للخاطب ان يرى مخطوبته بدون خمار لا يجوز اذا عقد عليها فهي زوجته سائل يقول سائلة تقول انا مريضة بمرض الرب ربي شفيك ويخفف عنك ان شاء الله الصبر ان شاء الله هالك الصبر يوم القيامة تصيبه قا حسنة والله غير تصيبه حسنة ربي عادل ربي يعطيك مرض وتصبر يوم القيامة يعوضه لك تولي تحمدي فيه ربي على هالك المرض المهم سائلة تقول لا استطيع الاستحمام بعد العادة وعند الطهر فكيف اوصلي اغسلي محل النجاسة فقط اغسلي محل النجاسة فقط وتيممي وصلي اغسلي محل قدر تيممي وصلي وما جعل عليكم في الدين من حرج ولهذا شرع التيمم لرفع الحرج فصل لخوف ضرر او عدم ما عوض من الطهارة التيمم هكذا قال ابن عاشا ثم الان ما تقررش ابن عاشا تقرر كتب واحد اخرى فصل لخوف ضرر او عدم ما عوض من الطهارة التيمم فهمتي هل يجوز للمرأة ممارسة الرقية نعم اذا كانت صالحة وتقية لان الرقية هي الدعاء من رجل صالح او امرأة صالحة هذه الرقية الرقية ماشي كما الان المطرق والسبتار والحبة السوداء وزيت الزيتون يعني داخلين على الغاشي يشرب له زيت الزيتون ومبعده يشرب له الماء ويقولك باش نستفرغ وراجل لازم يتقياش كون هذا ليشرب الماء والزيت الزيتون وما يتقياش كون هذا ومبعده الراجل يخرج في فادو يقول لك اكتشوف او يخرج في الصحر واش مصحر ما خرج والو ومبعده يروح الراقي ويقولك يا رجل ما براش او عاودوا له الجن لان الجن طيار بيلوت عنده اليكوبتر وين راكو تخدعو في الغاشي هذا واعد شرب له الماء والزيت لازم يتقيام لكن حتى يستفرغ الله يهديك ما للمرأة الصالحة يجوز لها أن تكونها راقية الرقية هي الدعاء من رجلين صالح شد الماء الماء أقرى قرآن قرآن ودعاء واضح هذا الهواء تعالقرآن يقيس هذا الماء واشرب ان شاء الله تصيب العلاج وهذا كلمار يرقي نفسه لأنه هو أو أقارب إلى الله لأن المبتلى أقرب إلى الله من الصحيح ولا إنسان عالم بالرقية وبأحكام الرقية نعم أما كل واحد دقاء أو لو يرقيوا دقاء أو لخدع دائر حالة واحد عيطوله في الليل بشير قيم قالهم تمنى ملايين قالوا له علي سبحان الله ما رفتدي علينا ربعة ملايين قالهم طايف جنوي عيطولي في الليل شوفت كيف أو كين طايف جنوي ثم على بلكم طايف جنوي في الليلة تمنى ملايين 8 ملايين تدخلها في بلك 8 شهور ولا 10 شهور هو يدخلها في الليلة واعد من القبة مسكين عنده في الليلة عيطوله واحد يرقيها له غيره صلي بدأ يكيل بدأ يكيل قالوا أخوي عليك تكيل قالوا 100 ألف للمترة 100 ألف للمترة وش بيك انت يا والنسر هي تقلب أدهن السير يصير أما للرقية هي الدعاء من رجل أو إمرأة صالحة ما شيء هذا الأخدع لأننا نشوفوه حسبنا الله أن يعمل وكيل حسبنا الله أن يعمل وكيل يقول له يدير وكالة كما وكالة عقارية لك وكالة خداعية يتافق مع صاحبه جان شباب حطان نوادر ريبان وهو وزع ما جه طفلها يقول لها باش نرقيك باش يجيك الراجل 12 مليون يتافق معي يقوله أنا كل هدانة تكزوجه ملايين أما لا يشد عليها 12 مليون يقول لها أنهار لتنين يجيك الراجل صاحبه وكالة خداعية صاحبه بلتنين يروح يدق دق سلام عليكم يا ودي سمعت بدي عندكم طفلها صالحة هو هو اللي يبعته ما له ما ينبهروا ينخلعوا يا سبحان الله كما قال الراقي جاءنا بلتنين وبعد ما يجيك يقول لي تعاوت ولي له يا ودي والله غرجاء بصح ما أولاش آه يقول لها ما لا كين حاجة بلك شفتي في البحر شفتي في السماء كين ما شافت لا في البحر لا في السماء بلك شفتي لحيوط على الجيران تقول له صح آه ما لا هدي مع لا بيها ما نجحنش زيدي 12 مليون وحدة أخرى حسبونا الله ونعم الوكيل كان عندنا واحد الخدّاع عنده وعد 30 سنة كان عندنا واحد الخدّاع في الحومة في الجامعة في العرب يتبسي كان يتافق معه صاحبه يطلع هو اللاقي يبا يطيح زي ما يوعش يوعش ومبعدها الناس قاعد دور به يبدوا يعطوا له المفتاح ومبعدها واحد منه هما ثلاثة ثلاثة مش يزوج واحد منهم يقولوا يا وديه كين إنسان صالح في الجامعة يفدوه يدوه لذلك الخدّاع الكابير صحبهم يدير يدوه يقول له قم باسم الحي القيوم والأخير يفطن وهم امتافقين أما لا بدأ تمشي الهدران يا ودي عندنا والي من أولياء الله يا ودي عندنا رجل صالح يا ودي صاحب كرامات الناس يقولك بعيني شفتوه سبحان الله السيد كريس بيليبسي يرعش في العقيبة هبطناه للجامعة يدوه ناد السيدة لا بس به أما لا بدأوا يجوه أصحابهم ومبعدوا الله ليجوز الدكتورة يكتب له مليون باش يجوز البكالورية خمسمائة ألف السنة ستسامائة ألف وذلك الوقت دراهم كبار وكان شيخنا رضي الله عنه شيخ محمد راح وكان يحذر منه وكان يحذرنا منه وكان يقول إنه دجال وأثبتت الأيام أنه دجال وعلم الناس أنه دجال وحد الله أنا كنت صغير قال لك شوفي قال لي أنا لو كنس عفعله وحد نفد يدي ضار وتتحرك ضار وتتحرك قال لي أنا أني قضيت على الجنون في المشرق وفي المغرب ومبعد واحد قال له يا أخو يا مادم أنت قادر تقضي على الجنون في المغرب وفي المشرق وحررنا المسجد الأقصى قال يا دير عفسها بعت الجنون تاعك يقضي على يهود ويحرر المسجد الأقصى إذن هل يجوز للمرأة أن تمارس الرقية إذا كانت صالحة وتقية جاز لها أن تكون راقية سائل يقول نذرت أن أشتري لقريبتي فستانا ووشاحا إن تحصلت على البكالوريا ولكن اختلفت معها قبل ظهور النتائج وبعد حصولي على البكالوريا توفيت الله يهديك الله يهديك قريبتي وأنا معها على خلاف فماذا أفعل يا سيدي أولا أنت وعدتها ولنتي وعدتها تشريلها إذا جبت البكالوريا وبعدها وليت ما تفهموش ولكن وعد الحريدين عليه وعد الحريدين عليه وماتت القريبا أنا نصحك ورحك بدل المال تع هذا الفستان وتصدق به صدقا على قريبتك لعل الله يغفر لك ولعلها تسامحك والسلام عليكم والسلام عليكم